مرحبا من الإخوان إذاً بعد تحدثنا عن الحياة المدرسية في الفيديوهات السابقة وقد تحدثنا عن بعض الأنشطة المدرسية وقد تحدثنا عن الفرق بينهم إلى غير ذلك في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مجالس المؤسسة إذاً فما هي مجالس المؤسسة؟ إذن في هذا الفيديو سوف نتعرف عن مجالس المؤسسة ثم سوف نتعرف عن مكوناتها ثم سوف نتحدث عن بعض مهامها إذن المجلس الأول وهو مجلس التدبير بالنسبة للمدرسة الابتدائية مدير المؤسسة بصفته رئيسا ممثل عن هيئة التدريس من كل مستوى ممثل عن العضور التقنية والإدارية رئيس جمية العباء ممثل عن مجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوده الترعبي إذن هذا فيما يخص المدرسة الابتدائية أما بالنسبة للثانوي والأعداد لدينا المدير حارس عام أو حراس عامون للخارجية الحارس العام الداخلي إن توفر ممثل عن هيئة التدريس عن كل مادة مقتصد موجه تربوي ممثلين عن الأثر التقنية والإدارية رئيس جميع الآباء ممثل عن جميع الآباء أما بالنسبة للثانوي التأهيلي فلدينا نفس مكونات الثانوي الإعدادي إضافة إلى مدير الدراسات في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية أو أقسام لتحضير تقنية عالية الناظر رئيس على شغال بالمؤسسة التقنية ممثلين عن التلاميذ أما عن بعض مهام هذا المجلس أي مجلس التدبير فمن مهامه اقتراح نظام داخلي للمؤسسة دراسة البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة الاطلاع على قرارات باقي المجالس دراسة حاجات المؤسسة إذن فلنمر إلى المجلس الثاني وهو المجلس التربوي بالنسبة للمدرسة الابتدائية لدينا المدير أستاذ عن كل مستوى دراسي ورئيس جميع العباء أما بالنسبة للثانوي الإعدادي لدينا المدير الحارس الحراس العامون للخارجة أستاذ عن كل مادة رئيس جميع العباء وموجه أما بالنسبة للثانوي التأهيلي لدينا نفس مكونات الإعدادي إضافة إلى الناظر ومدير الدراسة إن وجد ومبثلين إثنين عن الثلاميذ أما من بعد مهام هذا المجلس أي المجلس التربوي لدينا إعداد برامج الأنشطة الدائمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها برمجة اختبارات والمتحانات على صعيد المؤسسة التنسيق بين مختلف المواد أما بالنسبة للمجلس التالي فمن مكوناته بالنسبة للمدرسة الابتدائية والإعدادية لدينا المدير جميع مدرسي المادة الدراسية أما بالنسبة للثانوي التأهيلي المدير الدراسة إن توفر الناظر جميع مدرسي المادة ومن مهامه أي المجلس التعليمي لدينا دراسة وضعية تدريس المادة تحديد حاجيات مادة تربوية اختيار الكتاب الكتب المدرسية الملائمة للتدريس لتدريس المادة أما بالنسبة للمجلس الأخير وهو مجلس القسم ومن مكوناته بالنسبة للمدرسة الابتدائية فلدينا المدير جميع مدرسي القسم المعني ممثل عن جمعية الآبع أما بالنسبة للثانوي البسلكيه فلدينا المدير مدير دراسة دراسة إ توفر جميع مدرسي القسم المعني الحراس العامون الموجه ومن مهامه النظر في نتائج التلاميذ اتخاذ قرارات انتقال أو تكرار أو فصل التلاميذ بناء على نتائجهم دراسة طلبات التوجيه اقتراح قرارات تعليبية في حق غير المنضبطين إذن هكذا إخواني نكون قد تعرفنا عن ما هي مجالس المؤسسة قلنا لدينا مجلس التدبير مجلس المجلس التربوي ولدينا أيضا المجلس التعليمي وأخيرا لدينا مجلس القسم ولكل منهم تتشابه المكونات بعد الأحيان وأما المهام فهي تختلف إذن إخواني هذا كل ما أردت أن نشاركه معكم يعني المعلومات حول مجالس القسم وفقكم الله وأراكم في فيديو قادم مع موضوع جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر